تتعرض الآثار اليمنية للنهب والتهريب عبر عصابات متخصصة في سرقة الآثار والمتاجرة بها في الخارج انتشرت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة بشكل كبير في اليمن بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وغياب مؤسسة الدولة بحسب مراقبين لتصبح تلك الآثار من القطع والتماثل والمنقوشات والمخطوطات اليمنية تعرض في المزادات العالمية وتباع بأبخس الأثمان في ظل التنافس المحموم بين مافيا الآثار الحوثية والعصابات الدولية العابرة للحدود خبراء آثار يؤكدون أن اليمن تسعى بشكل متواصل على توقيع الاتفاقيات والبرتكولات الدولية مع الكثير من المنظمات الدولية لحماية الآثار اليمنية واسترداد القطع المهربة وآخر تلك الاتفاقيات التي وقع عليها السفير اليمن في اليونسكو في السادس والعشرين من سبتمبر 2024 والتي بموجب استكملت الجمهورية اليمنية انضمام الاتفاقية يندروى الدولية الخاصة بمنع البيع والاتجار بالممتلكات الثقافية واعتبر خبراء الآثار أن هذه الاتفاقية واستمرار للتعاون مع المنظمات والمعاهد الدولية للحصول على الدعم اللازم سيسهم في تمكين الجهات المعنية في الدولة من الحفاظ على الآثار اليمنية التي تعد جزءا من التراث العالمي وإنقاذها من النهب والتدمير وبدخول هذه الاتفاقية حيث التنفيذ تصبح الجمهورية اليمنية قادرة على تلقي الدعم القانوني اللازم لاستعادة الآثار المنقولة والمهربة بطرق غير قانونية وتسعى الجهات المعنية في الحكومة لملاحقة الآثار المهربة والتي تباع عبر المزادات العلنية في كثير من عواصم العالم واستعادتها وكان آخر تلك المساعي استرداد 14 قطعة آثارية ثمينة من زيولندا وجرت تسليم خلال فعاليات حفل نظمه متحف المترو بليتان للفنون بمدينة نيويورك وبرزت في الفترة الأخيرة ظهرة تهريب الآثار اليمنية في ظل الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عقد من الزمان نشطت خلالها أصابات متخصصة بسرقة الآثار وتهريبها وبيعها في المزادات العلنية في صورة تبرز حجم الظرى الذي تعرضت له المواقع الآثارية في اليمن والنهب الممنهج للقطع والمخطوطات الآثارية